السلام عليكم. تعالوا نشوف كده مع بعض استخدامة الفرش اللي انا اقول لكم عليها النهاردة الفرش دي مهمة جدا ان هي تكون موجودة عندكم في البيت. ونضبها البتوغاز والشفاط والتلاجة والانتري وحاجات كتير اوه في المطبح والاماكن الديقة زي ما انتم شايفين كده. انا كل اللي انا عملته هنا ده التنضيف اليوم للبتوغاز مش بعمل بسلكة ولا بعمل اي حاجة تتعبني زي ما انتم شايفين كده انا مخصصها لكل فرشة حاجة. يعني اي يعني البتوغاز حاجة والتنضيف الانتري حاجة واي حاجة هقول لكم. على ان هي بتيجي تلات الوان مع بعض الفرش تلات الوان باثنشر جنيه. هي كانت بعشرة جنيه. بقى باثنشر جنيه. اول حاجة كده بجيب الفرشة. واخسر الحوامل للبتوغاز وهي محطوصها كده زي ما هي. بجيب شوية مية وصابون عادي جدا. اي صابون سهيل عندك. غسلت كده الحوامل وهشتفها كده على الحد واسيبها تتصفى. واخسر البتوغاز زي ما انتم شايفين كده بنفس المية والصابون اللي انا حطيتهم على البتوغاز. عايز اقول لكم ان الفرش دي بتسهل عليكم مجهود وتعب ولا دعك بسلكة ولا اي حاجة هي السنون بتاعتها خشنة وبتمظف البتوغاز. ده التنضيف اليومي للبتوغاز. طبعا ان شاء الله بعد الفيديو ده هتعتمدوا الفرشة دي عندك وتبقى موجودة عندكم في المطبخ ولازم تبقى موجودة عندكم. لانها تسهل عليكم شغل كتير جدا زي ما انتم شايفين كده. انا كده كل يوم باخصل البتوغاز بنفس الطريقة زي ما انتم شايفين بتنضف البتوغاز مبقاش عليه اي حاجة حتى لو زي ما انتم شفتو كده كان مبهدل ومتوسغ جدا. فطبعا يعني هو دوت المطبخ وكل يوم بنعمل اكل على البتوغاز فلازم يبقى بالمنزر اللي انتم شفتوه ده محدش يكنعني ان هو هيبقى بيلمع كده الواحده. تمام فانا ده التنضيف اليوم اللي انا بعمله كده وانا واقفة في المطبخ. وبسم الله ما شاء الله يعني خلاص خط على كده وخط على التنضيف بالفرشة وان الفرشة بصراحة بتسهل علي حاجات كتير جدا. بس لو في حاجة طبعا لازق على البتوغاز بتدلوه ميا مغلية علشان طبعا وتسوبوها شوية كده تلاقوها خلاص كل حاجة ترعت لوحدها على طول زي ما انتم شفتو كده وباي فوتة كده طبعا بتاعت مطبخ هتنشفه بس كده الماء بالصابون زي ما انتم شايفين. لكن طبعا عيون البتوغاز انا عملت مع يعني معكم تنضيفات كتير اوي العيون البتوغاز بقى اسهل طريقة. افرح حاجة كده بالبطاص. بسم الله ما شاء الله ما اخدتش كده ثواني ونظفت معكم العيون ورجعتها جديدة. اه بازن الله ترجع لي الفيديو دوت اه تنضيف عيون البتوغاز واللي استلس بنكون واحد بس هيعجبكم جدا. زي ما انتم شايفين كده خلاص. البتوغاز معي بقى زي الفل حتى بشيلي العيون كده عشان بعملها بشكل يومي وتبقى تحتها ما فيش اي حاجة زي ما انتم شايفين كده. لكن بصراحة عيون البتوغاز انا مش بخسلها يوميا. يعني ممكن اخسلها يعني كل تلات ايام او كل اسبوع بعمل لها كده تنضيف كوي. زي ما انتم شايفين كده البتوغاز ريجع يلمع وبقى زي الفل بسم الله ما شاء الله. وكانت خلاص الحوامل تصفت معي. ما فيهاش حاجة. اه هنشفها كده لو فيها بس مية عشان بتنزلش تانية على البتوغاز. وهرجعها كده تانية على البتوغاز. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اللمعة بتاعة البتوغاز. كل ده بالفرشة. من غير مجهود ولا تعب ولا اي ماء التنضيف. لان طبعا زي ما قلتلكم لو ايديكم موجودة كده في الحاجة على طول. وبتنظفه على طول هيبقى التنضيف بالشكل ده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. اي رأيكم. تانية حاجة كده هنعملها ان شاء الله كده اه تنضيف الانتريقة والركنة اي حاجة بالطريقة دي. شوية ماء عليها كل ركس الوين. وبالفرشة كده بتاعتنا. طبعا ده لون تاني يعني هي الفرشة بتيجي تلات الوين. ونضف فيها الكورس كده وهيرجع زي الفل. انا كنت اخر حاجة عاملة تنضيف معاكم الانتري. بازن الله كده برضو روح وشوفوها يعجبكم. تالية حاجة هننضف الشفات زي ما انتم شايفين كده. اه الفرشة دي بتاعة البتوغاز هي لا بنضيف برضو الشفات. انا عليه دهون قوية جدا. ماتتش راجعة تطلع. الفرشة دي بصراحة جماعة سحرية بالنسبة لي. وطبعا رخصة جدا يعني الفرشة مش مكملة تلاتة جنيه او تلاتة جنيه ونصف هما التلاتة بيباعوا مع بعض زي ما انا قلتلكو. اخسر الشفات من ورا ومن قدام هنا كل اللي انا بعمله شوية سابون وشوية كرور وشوية مية بس كده زي ما انتم شايفين. اخسر الشفات كده من ورا برضو زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده الظهون بتتشار كده لواحدة من غير ما بطعب ولا اعمل اي حاجة. هو مسافة ملازل كده بس ماشي عليها الفرشة. اه بسم الله ما شاء الله. فطبعا هنا الكولور برضو بيساعد معنا في تنظيف الشفات بسرعة. زي ما انتم شفتو كده هشتف معاكم الشفات بسم الله ما شاء الله زي الفل ازاي. رجع جديد واحسن من الاول كمان. بسم الله ما شاء الله ما خدتش وقت خالص زي ما انتم شايفين كده. كل ده بالفرشة. لو وصلتوا معي لحد هنا ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك في القناة. هنا بوريكوا كده السرعة ازاي وان الحاجة بتتعمل معي بسرعة باسم الله ما شاء الله وترجع كده زي الفل. اللهم ما صلى على نبي ما خدتش وقت خالص كده في التنظيف. كمان الفرشة دي بتنفعني في ايه? لو مكان زي كده على لقت المعالي والسكاكين طبعا ومضيقة مش عارفة توصلها باللزبونشة. الفرشة طبعا بتدحل فيها. وكمان الزوية اللي هي على الحوض اللي زي ما انتم شايفين ورا الحنفية والكلام ده كله. وكمان الصرف بتاع الحوض لو في اي حاجة بتخسلي كده جوا بتطلع معاك بمنتهى سهولة وبتنضف بتوصل طبعا يعني الاماكن عميقة ومضيقة انت مش عارفة توصل لها بايدك او باللزبونشة زي ما انتم شايفين كده انا غسلت الحوض كله بالطريقة دي. كمان بخسل بها التلاجة والفتحات اللي في الفريزر زي ما انتم شايفين كده بيبقى داخل فيها ردة لو حطين فيها يضيفتni كعيش حاجات كده. مسلا ما بنحط الأكل او حاجة في الفريزر دي بتطلع معايا منتهى سهولة بالفورشة دي. انا كمان هنا عملة هالفورشة دي للتلاجة زي ما انتم شايفين كده كذ? والكاوتش ابتاع التلاجة. بسم الله مساء الله بيندف معايا بسرعة جدا زي ما انتم شايفين كده. وعملت كمان كل الكاوتش بتاعت الطلاجة زي ما انتم شايفين كده. بتم تنضفها. ولو طبعا واع فيها اي تطلع بمتاز سهولة ونظفت بها رفوف التلاجة معكم قبل كده في الفيديو بتاعة التلاجة انا مجمع لكم كده عشان طبعا لا تفرج معي على الفيديوهات دي قبل كده يستفيد بإذن الله ويجيب الفرش دي هنا بقى في الدرجة بتاع المطبخ ده كنت يعني بحطار جدا في الأماكن الدايئة دي مش عارفة وصلها باللزبون شاق وطلع الحاجات اللي جوه دي فاجتها يعني أدرك كده بالفرشة بصراحة لقيت زمانتوا شايفين كده الأركان الدايئة واللي همش عارفة وصلها بتطلع منها كده زمانتوا شايفين كل الحاجات اللي مبهدينها فيها بمنتاز سهولة بمساحة كده بفوتها او بلول نقمش الفره دي بتاعة المساحة او فيه كمان من ناجوانتات اللي أنا كنت بستعاملها معاكم في أول فيديو لمرضة في الفيديوهات لو وصلتم معي لحد هنا متنسوش اللايك اللي اشتراك في القناة بتقول لي اي رأيكم انتم بتستخدموا الفرش دي ولا لا ولا لسه هتجربوها بإذن الله ولو جربتوها ان شاء الله هتنفعكو زمانتوا شايفين كده انا بخصل بها كده جوا الادراج وكمان زمانا بقولكو كده بخصل بها الزواية كلها اللي على الحود واللورة الحنافيات وطبعا لو رشيتي هنا ماء بكلور بتنضف معاك كل الحاجات دي بسرعة جدا جدا وبتوصلي بقى للاماكن الدايئة زمانتوا شايفة كده لو وصلتم معي لحد هنا ومحطتش اللايك وحطوا اللايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل فضلا وليس امرا فهي من اللي